وصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان جراء تداعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكاركر هذا ويستمر توافد الفارين من العمليات العسكرية في السودان إلى مصر عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين وللمزيد معنا من أمام ميناء أبو سنبل مراسلة الفيزيون المصري باسم أبو العنين باسم بعد التحية ضعنا في الصورة لديك تحياتي لك من مدينة أبو سنبل السياحية في أقصى جنوب جمهورية مصر العربية وبالقرب من الميناء النهرية هنا في أبو سنبل على بعد كيلومترات قليلة تبعدنا عن ميناء أو معبر قسطل البرية لا يزال يتوافد الأشقاء الفارين من السودان إلى جمهورية مصر العربية بعد دخول المحنة السودانية إلى شهرها الثالثة رغم أن الأعداد في بداية الأزمة كانت تقدر بالألاف يوميا من العابرين من السودانيين ومن الجنسيات الأخرى والتي تقلصت لتقدر بالمئات في الشهر الثاني والآن تقدر الأعداد العابرة بالعشرات أو أقل من العشرات نظرا لتقريبا من مر مر ومن عبر عبر ولكن على الناحية المصرية فإن الدولة المصرية تترقب عن كثب بكل طارق قد يطرأ على الناحية الأخرى ووضع الاعتبارات الملائمة والاستعدادات المناسبة لإحتواء أي طارق قد يحدث في أي وقت المعابر تعمل بكافة طاقتها وكافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية الطبية واللوجستية والغذائية تعمل بدون بقواتها الأساسية منذ أول يوم لاندلاع الأزمة اللافت في النظر أن العابر من السودان إلى مصر بعد قطع لهذه المسافة الطويلة من الخرطوم وحتى وصول إلى ودي حلفة ومن حلفة إلى قسطل أو أرقين يستقبله قبل أن تستقبله الأطقم الطبية يستقبله الأخصائيون النفسيون الذين يتعملون معه على أنه قادم بالبلد فيها صراع مسلح وفيها حرب ويحاولون أن يخرجونه من الحالة النفسية السيئة التي قد مر بها وظروف الصعب الصعب التي مر بها تقديم الخدمات النفسية مقدر بشكل كبير من السودانيين والعابرون جميعا أشادوا بالجهود المصرية بعد ذلك تتلقفه أياد الأطقم الطبية والتي تقدم الدعم الطبي لكافة العابرين وتقوم بالكشف الطبي عليهم والحالات التي سواء من كبار السن أو الأطفال التي تستدعي تدخل طبي عاجل فإنها لا تنتظر تأشيرة ولا تنتظر قوائم انتظار ولا أي شيء بل تنتقل من خلال الإسعاف مباشرة إلى المستشفيات المعنية في أصوان لتضع الدولة المصرية صحة المواطنين القادمين إليها على رأس الأولوية القصوى للدولة المصرية خاصة وأن هناك في ظل الاستمرار الاشتباكات المسلحة في السودان هناك نقص حاد في المستلزمات الطبية وأيضا في المستشفيات وفي الكوادر باسم أبو العينين مراسل التلفزيون المصري من ميناء أبو سنبل شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك